هل الفرائض الدينية كافية للخلاص أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب بكم في اسم ربنا يسوع المسيح وهذا سؤال دائما نسأل ودايما طبعا يتطلب جواب كثير من الناس بغض النظر عن الخلفية سواء مسلم أو مسيحي كثير من مشاهدينا يظنون أنه بكثرة الفرائض بتساعدنا أن ندخل السماء أو الجنة وطبعا بتساعدنا أن نحسن حالتنا الروحية طبعا والزمنية اليوم رح نتكلم عن بعض هذه الفرائض إن شاء الله أنه منغطي جزء منها مثل موضوع الصلاة مثل موضوع الصوم الصدقة موضوع الزكاة العطاء موضوع حتى يعني في المسيحي بقولك أنا بقدس بروع على أورشاليم أو على الحاج وأنه كل هالأشياء بتساعدني من ناحية روحية وأيضا من ناحية أبدية لكن بالحقيقة هل الفرائض الدينية تخلص الإنسان؟ أدعوكم لتشاهدوا هذه الحلقة ورح نلقي الضوء على هذا الموضوع سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 موسيقى